اهلا بكم في اجازة عيد الفطر سقطت كل احتمالات تشكيل الحكومة اللبنانية مع العيد او بعده بقليل لتتأرجح البلاد بين التأليف وملفي مرسومي التجنيس والقناصل اضافة الى ازمة النزوح فالعقد على حالها لم تنجح الاتصالات المستمرة في حل حالتها لا بل ازدادت مع تشدد تمسك الحزب التقدمي الاشتراكي بتمثيله بثلاثة وزراء دروس ومع الكلام المستجد عن عقدة في التوزير الارمني فيما تستمر عقدة التمثيل المسيحي ليخرق التوتر الاخير بين القوات والوطني الحر بزيارة الوزير ملحم رياشي لرئيس الجمهورية هي اجواء الترقب على المستويين الداخلي والخارجي بانتظار مصير الحكومة العتيدة فمتى ستدخل الامور مرحلة النقاش الجدي فيما الحدث اللبناني الحالي بدى موزعا بين موسكو والرياض وجناد وبيروت فهل التباطؤ مقصود بانتظار تطورات اقليمية وهل سيحمل الرئيس الحريري اشارات اطمئنان لمسار التأليف اسئلة كثيرة نطرحها اليوم على رئيس جهاز التنشئة السياسية في القوات اللبنانية المحامي شرب العيد وايضا القيادي في تيار المرد المحامي سليمان فرنجي اهلا بكم الى حوار الساحة صباح الخير استاذ شاربي وصباح الخير استاذ سليمان يعني فرصة العيد بالعادي بتكون هي فقط لمنابر المساجد او خطب المشيخ اليوم كانت خطابات وتراشق كلامي طيلت امس واليوم لطيارات بارزة كطيار الوطني الحر بمقابل تغريدة النائب السابق وليد جملات برأيكم ما هي سيد شربل سأبدأ معك يعني الرسائل التي اراد ايصالها والخلفيات التي دفعت النائب السابق وليد جملات لهكذا تغريدة تصويب على العهد مباشرة بعد عودته من السعود بالبداية ينعاد على الجميع ما عليك يا رب تغريدة وليد بيك جملات اكيد اتت من تعثر تشكيل الحكومة والخلاف في النظرة حول رؤية حزب التقدم الاشتراكي لتشكيل الحكومة على مستوى التمثيل الدرزي ورؤية رئاسة الجمهورية ورئيس الحريري يمكن من جهة اخرى الوزير جملات مصر انه يتمثل بثلاث نواب دروز في حين انه عمين حكى انه في تمسك من اقبل رئيس الجمهورية بتمثيل وزيط الارق السنين هون وليد بيك بيعتبر انه طالما البلد عم يرجع ياخد منحة بانه الاقوى بطيفته يتمثل وكل هالنعاش اللي عم نشوفه عم يعتبر ولد بيك جملات انه هو ترك مقعد شاغر للوزير السنين بالانتخابات وعمليا لو ما يترك له هذا المقعد ما كان فاز بالانتخابات فما بيشوف تمثيله ضروري بهذه الحكومة النعاش هون وخلاف هون للأسف هذا المشكل مشكل جدي وعقدة حقيقية تعيق حتى اللحظة تشكيل الحكومة على امل اتصالات السيسية تؤدي الى انفراج معين بهذا الملف هي عقد كثيرة استاذ سليمان ليس فقط العقدة يمكن التمثيل الدرزي مع انه بيرفض الحزب التقدم الاشتراكي الحديث عن عقدة فيما يتحدث عن ضرورة هذا التمثيل النسبي بالمقابل تمسك الآن المطروح يعني اليوم قرأنا كثير من الصحف تتحدث عن مشهد مصغر لهذه الحكومة من ثلاثين وزيرا قد طرحها الرئيس الحريري على رئيس الجمهورية ميشيل عون ولكن السؤال الآن هل سيتمسك اكثر الرئيس عون بعد مهاجمة عهده من قبل النائب السابق وليد جملاط وايضا النواب الحزب التقدم الاشتراكي بتوزير طلال ارسلان انحاءة المسألة هي مسألة الفكرة او ذهنية التعاطي مع موضوع تشكيل الحكومة من قبل الكيمين على هالأمر وبالتحديد من قبل فخامة الرئيس اذا كان هذا الموضوع هو ذهنية الغائية اكيد هيدا مشكلة او ذهنية استعابية هذا موضوع اخر نحن من دعاة الزهنية الاستعابية بمعنى انه نحن متعودين بالبلد على حكومة وحدة وطنية حكومة الوحدة الوطنية بتقضي انه نتعطى مع كل فريق ضمن حجمه السياسي وضمن حضوره السياسي نحن منعتبر بهذا الايطار انه نحن نشوف انه اذا كان في عقد معينة العقد تنحل بالمعايير الموضوعية والمعايير المنطقية واليوم اذا نحن لرحنا لهذه المعايير قادرين ناخد حكومة وحدة وطنية بس ولكن هذا الموضوع بيقتضي شوية تنازلات التنازلات بدي تكون من الحصص الكبيرة يعني الحصص اللي فكرة أساسية أنه نحن اليوم نعتبر إذا هذا عهد عهدنا هذا الشي وإذا هذا عهد لكل اللبنانيين هذا أمر آخر يعني أنتم تقصدون تنازل من قبل رئيس حصة رئيس الجمهوري نحن نعتبر القيمين عم بقول القيمين على هذا الموضوع بيتعاطوا بهذا المنطق بفرضية أنه نحن اليوم من حسب ما نعهد بايل كل اليوم باي الكل يعني كل اللبنانيين ووقتها وحد يكون باي الكل كل اللبنانيين ما بيكون باي للطرف على حساب طرف آخر أنا بدي أكون إيجابي بهذا الموضوع وفكر أنه إذا كان فعلا هناك رأي جمهورية وباي الكل علي أن يتعاطى بأنه هذا العهد هو ابنه للعهد بشكل عام يعني ضرورة إنجاح العهد لأنه إنجاح العهد هو بصمة إيجابية لرئيس الجمهورية بعهده. التاريخ بده يذكر أنه هذا العهد يبيكون منيح يوبي يكون منيح ولكن التصويب عليه بأول هذه أول حكومة تشكل بهذا العهد مع رئيس الجمهورية أليس من المشحف الحكومة السابقة ولكن هذه الحكومة الفعلية من بعض الانتخابات النيابية لهذا العهد التصويب مباشرة بتجربة سنة يعني دائما العهد فاشل أليس كلمة كبيرة وأنتم نفس الأطراف التي انتخبت حتى النأب السابق للجمهورات هذا التكتل اللقاء الديمقراطي هو انتخب الرئيس ميشيل عون وأيضا أنتم أستاذ شابل عدبي بما يخص القوات اللبنانية تفضل هذه النقطة اليوم المجلس النيابي إذا كان هناك ثم تقول أنه مجلس النيابي الجديد هو الذي نعتبره بداية العهد وبالتالي الحكومة هي بداية عهد الأولى نعتبر أنه المجلس النيابي الأديم الذي انتخب رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون رئيس جمهورية بمعنى شرعية رئيس الجمهورية هي من مجلس النيابي الأديم مش من المجلس النيابي الجديد وبالتالي اعتباره كأنه العهد يبدأ من الآن هاي دي كلام مش مزبوط لأنه السنة ونص اللي قطعه من عهد مين محسبون من عهد رئيس ميشيل اسليمان أو ما منحسبون من عهد رئيس ميشيل عون من عهد مين يزا فيه بنا نسمي فيه مسئولية معينة طيلة سنة ونص من هذا الموضوع أنه نجي نفكر هيدا مين هيدا العهد هيا واحد اتنين التصويب هو مش تصويب مجاني ستنا يعني اليوم وقت واحد بده يقيم العهد رئيسي الجمهورية بده يقيم الأداء نحن مش جمعية مر منصور هون نحن بنهيه فيه عهد وفيه ناس معارضين لهذا العهد وفيه ناس على خصوم سياسي مع القيمين على هذا العهد حقهم الطبيعة ينطقدون من المعايير الموضوعي والإطار الموضوعي أكيد بعيدا عن الإطار الشخصي كل أداء سياسي يعني بما ما عرف لاش نحن وقتها منصير فيه انتقاض للأداء السياسي لتيار وطني الحر ولا العهد بكثير من الملفات الموسأة إذا صحب تعبير يعتبر وكأنه انتقاض من رئيس الجمهورية أو هجوم على رئيس الجمهورية هذا أمر لا نحن ميزنا بين الرئيس الجمهورية وشخص الرئيس الجمهورية هذا يدفعنا لكثير ملفات خصوصا بما يتعلق بملف مرسوم التجنيف نصلوا رح نحكي عنه أكيد وملف أيضا القناصر وأزمة النزوح التي تتقاطع مع تيار الوطني الحر وهذا ما أبلغ الوزير ملح مرياش للرئيس الجمهورية في أزمة النزوح ولكن لديكم مشكلة بالأسلوب والتعاطي مع المفوضية لشؤون اللاجئين ويعني التعاطي مع الأمم المتحدة وكمفوضية دولية أستاذ بتعليق أرادت قبل أن أنتقل لنتابع هذا المقال بجريدة النهار تحديدا عن مهاجمة النائب السبق وليد جملات للعهد أنا التعليق الأساسي أنه بعد إتفاق الطايف والتعديلات الدستورية التي صارت بالطايف بقى شفينا نقول عن عهد فاشل وعن عهد ناجح اليوم يلي بنجح مرحلة هي سلطة تنفيذية كاملة فيها رئيس الجمهورية وفيها رئيس الحكومة وفيها مجموعة من الوزراء من المبكر نقول أنه هالعهد فشل أو نجح بس من دون أدنى شك أنه أمنياتنا يعني كانت بهالسنة ونص يعني كانت أكتر بكتير من يلي تحقق مش من وراء العهد من وراء ناس موجودين بهذه الحكومة يعني أداء كان على المستوى يعني هل تتقاطع مع النائب شهيب حينما يقول انتخبنا عون رئيسا هذا أصدر أيضا بيان هم عم بحكي عن رئيس عون وإذبنا بعهد الوزير جمبلات يعني أنتم تتفقون هم عم بحكي عن رئيس عون فيه إدارة موجودة بالحكومة على رأس يعني فيه حقائب عليها عدد كبير من الوزراء هؤلاء الوزراء ما تصرفوا بشكل يعيد ثقة الناس بالعهد أو بالمؤسسات اللبنانية وهذا سؤال كبير بدنا نعرف ليه ومين وكيف وكيف ما تقصد استاذ شربل يعني تحديدا وزارة الطيار للوطن الحر يعني غير ناشحين كانوا بالوزرات فيه كثير من أداء فيه كثير من أداء وزارة الطيار بكثير من الملفات لم يحبوا الثقة وما كان عملهم بكثير من الملفات منسجم مع معايير الشفافية ومنسجم مع القوانين للمراعيات الإجراء واليوم العهد معيار فشلوا كانت مقاربة بين طيار المستقبل التي حكي عن هذا الاتفاق ما بين طيار المستقبل وطيار الوطني الحر طبعا وفي كثير كمان ما كان حليف كون أيضا الطيار المستقبل كنا حلفة مع كل الناس ورح نظل حولة بكرة متحلف مع غير الناس يمكن بس ما بيعني إذا كنت حليفك وعن تعملي غلط ما أقلك وهون الخطأ بالمقاربة بيننا وبين طيار وطني الحر على التفاهم لهم مننا ما مننا تفاهم استلحاق ولا تفاهم تصفيقي ما مننا تفاهم معين أنا هذه نقطة مهمة جديك أعود إليها إذا شفنا غلط ما نقول غلط حول اتفاق معراب أن أصبح مأصدي بكل اللي قلته معيار النجاح وفشل أي عهد وثقة الناس السؤال هل اكتسبنا ثقة الناس برأيي لا فلنتابع سويا الآن هذا المقال بجريدة النهار تحت عنوان جملات يهاجم العهد فاشل في أول لحظة وجريصات يرد الهجوم إلى زيارته السعودية فلنتابع جملات يهاجم العهد وجريصات يرد الهجوم إلى زيارته السعودية النهار اللبنانية تغريدة النائب والد جملات أمس أشعلت حربا كلامية دخل على خطها نواب كتلة لبنان القوي وكتلة اللقاء الديمقراطي بعدما اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي والد جملات أن العهد فاشل منذ اللحظة الأولى ليعتبر الوزير سليم جريصاتي أن التغريدة أتت بعد زيارة جملات السعودية ويعكس هذا الجدال التباعد بل والخلاف بين الفريقين حول تأليف الحكومة وتقاسم الحصص فيها في ظل إصرار لدى رئيس الجمهورية على توزير النائب طلال إرسلان الذي فاز وحيدا وتمت إعارته عددا من النواب في كتلة نيابية مفتعلة للقول إنه يرأس كتلة نيابية تتيح له الحصول على مقعد وزاري بعد الحرب الكلامية بين نواب الطيار الوطني الحر ونواب من الحزب التقدمي الاشتراكي على خلفية تغريدة للنائب السابق والد جملات أصدر عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب بيانا قال فيه أردنا إنقاذ الدولة فانتخبنا العماد ميشيل عون رئيسا وإذا بنا في عهد الوزير جبران يركب تحالفات واللوائحة ويعقد الصفقات ويعين السفراء والقناصلة ويمنح الجنسية وإذا انتقدنا قامت الدنيا ولم تقعد السؤال الرئيسي الذي يطرح اليوم أستاذ ستيمان لماذا هل أولا تنظرون أن هناك تباطئ بهذه الحكومة أم لازلنا بالمهلة المعقولة لتشكيل حكومة لبنانية قائمة على التوافق ومشاركة كل الأطراف وهل يعني معالجة مشكلة الحصص بالتركيب الحكومي هي المهمة الأولى بعد عودة الرئيس الحرير حياتا إذا نرجع تاريخيا أكيد تشكيل الحكومات بيأخذ وقت يعني بطبيعة الحال نحن أكيد ضمن المهلة المنطقية إذا بنا نعتبر كتقليدي إذا صح التعبير ولكن حسب الآن لازم تكون مشكلة للحكومة ولكن بهذا الإطار نحن نشوف أنه الموضوع أكيد يتعلق برجع بالزهنية توزيع الحصص والحقائق اليوم في تيارات سياسية اليوم موجودة على السحة بقوة في تيارات سياسية موجودة عبر عدد نواب كبير في تيارات سياسية عندها فعالية سياسية موجودة ضمن توازنات سياسية بالداخل اللبناني هذا الموضوع أكيد يتأخذ بي عن الاعتبار بمنطق يتأخذ بي عن الاعتبار في السؤال المطروح اليوم هي موضوع سؤال جدلي وموضوع حصد رئيس الجمهوري حصد رئيس الجمهوري إذا كان هذا صحيح هذا عرف موجود أو مش عرف مش موجود إذا كان عرف موجود وثابت أنه عرف موجود باعتراف كل الأطراف السياسية متعطى معه بواقعية وإذا ما كان حقيقة عرف موجود ومتل ما شفنا كان في انتقاد لفغامة الرئيس ميشيل عون وقتا كان رئيس تكتل تغيير والإصلاح وقتا كان نايب انتقاد له هذا العرف أيام رئيس ميشيل استيمان بال2011 ووصك هذا المؤغر ونعرض على وسائل الأعلم سفاق الدوحة يمكن هي اللي كرست أيضا أن يكون حصة وزارية وازنة لعئيس الجمهوري ما في شيء اسمه دي كريس لحقلك ليش وين من نقع بالتناقض وقتا بيجي التيار وطني الحر بيحكيكي أنه الوزارة المالية مش مع الشيعة بيجو الشيعة إخواننا الشيعة بيعتبروا أنه هذا عرف تب هذا مثلا إذا بننمشي بهذا المنطق تب هذا منطق كمان يعني ما فينا نحنا ناخد المنطق اللي نحنا بناسبنا استنسابيا استنسابيا من هالمنطق هذا نقطة أساسية لأنه أنت اليوم إذا عم تحكي عن حصة رئيس الجمهوري خصوصا أنه فخامة الرئيس كان دعم للوائح العهد بين انتخابات النيابية واعتبرت هذه اللوائح هي لوائحة العهد لوائح العهد وكان في تصريح منه شخصيا عندما وقتا اقترع كان عم بيحكي عن أنه هو يدعم لوائح العهد وينتخب لوائح العهد من هالمنطق فيه اندماج وهذا مش غلط يعني انتبهي مش خطأ سياسي بالنهاية هذا حق طبيعي لأله وحق معلن أعلنه أنه هو يدعم لوائح طيار وطني الحر بكل الأماكن اللبنانية بمعنى أنه اليوم رئيس الجمهوري مشال سليمان ما كان عنده تكاتلنية باليوم فخامة الرئيس عنده تكاتلنية بكتير كبير ولكن نحن بهذا الإطار نسعى إلى نقطة أساسية سسامين عذرا أنا لا أقف ولكن هذا الموقف المقابل بس تطرحوا على نواب الطيار الوطني الحر يقولون لك لماذا عندما تأتي الأمور إلى الرئاسة الجمهورية تحديدا رئيس ميشيل عون تصبح الأمور مغايرة لماذا بعهد مثلا الرؤساء السابقين منذ بداية الرئيس الجمهورية ليس لهراوي كان هناك وزراء يعني وازنين يسميهم رئيس الجمهورية لأنه هو فخامة الرئيس عون لأنه هو غير كل الناس حالك بأي معنى أنا ما فيني مقول والاستيش شربل كميما بيقول أنه قامي وطني كتير كبيرة القوات لديهم وضعية خاصة لا لا أصل لك لهذه النقطة فخامة الرئيس هو أنا اليوم بتعاطى مع فخامة الرئيس أنه يكون بيلكل ما بتعاطى مع شخص قادر يكون بيلكل يعني سيرته الزيتي وسيرته الوطنية وقامته الوطنية وحضوره الشعبي قادر يخوله أنه يلعب أدوار أكتر من كتير أنه يلعب أدوار بيتيار وطني الحر يعني بمعنى فعلا كان قادر فخامة الرئيس يلعب دور بيلكل وكان كل الناس عندها سيئة به هذا الموضوع يعني اليوم أنا إذا بطلب شيء من فخامة الرئيس غير عن ما أطلبه عن الرؤساء السابقين ما احترامنا لأشخاصهم الكريم اللي منحبهم ومنعزهم بس ولكن بهذا الإطار نحنا من باب قوة فخامة الرئيس نحنا عم نطلب هذا التنازل يعني نحنا مش عم نطلب التنازل من فخامة الرئيس لأنه هو مكمن ضعف أو بوضع ضعيف لأنه عنده عهد هو مسؤول عنه وهذا عهده بطبيعة الحال نجاح هذا العهد عن خمسة وزراء لتكتل لبنان القوي ثلاثة لرئيس الجمهورية القوات يعني يتم الحديث استشار بالعن أربع وزراء ولكن حتى الآن لم يقبل يعني رئيس الجمهورية بإسناد نيابة رئاسة الحكومة إلى القوات اللبنانية ابقى هذا المنصب معكم وأيضا فيما يتعلق بالحقبة السيادية ما هي الآخر المعطية لديكم دعني علق هون لو سمحت على نقطتين نقطة الأولى نحن كأوات لبنانية متمسكين بصلاحيات رئاسة الجمهورية على الآخر ومنعتبر أنه هي من الضمانات الأخيرة اللي بقيت بعد إدفاع الطايف وأهم هذه الضمانات وأهم هذه الصلاحيات هو أنه رئيس الجمهورية اللي لم يوقع على برسوم تشكيل الحكومي لن يكون لك حكومي بلبنان بالتالي أساس السلطة بلبنان وأساس الصلاحيات المتبقية بيد الرئيس وهذا الحق المعطى لرئيس الجمهورية بموجب إدفاع الطايف ونحن ما عود بسكين فيه على الآخر إنما أنتم الالتفاف بهذا الحق أو حول هذا الحق أو خلف هذا الحق لنقول بأنه في أعراف أول شي اللي عم يقول هالكلام هو كان يعتبر ونحن نعتبر أنه لبنان كان محتل من التسعين لسنة لألفن وخمسة هل يوجد أعراف بوجود احتلالات؟ واحد اتنين بالمنطق القانوني والدستوري بوجود النصوص لا وجود للأعراف أنت تقصد لوجود السوري فقط لتوضيح المشاهد العربي نحن نسميه احتلال طبعا كان احتلال بكل المعايير بالنسبة لألنا وبالنسبة للتاروطن الحر على الأقل اللي هو اللي ما يجي يقول تانيا على افتراض بيعتبروا أنه ما كان في احتلال أو غيروا رأيهم بهذا الموضوع فيه بوجود النصوص المكتوبة سيد فرنجي وزميل ومحامي لم يكن للأعراف ثلاثة بدي أعتبر فيه أعراف بدي أعتبر فيه أعراف والرئيس له حصة ونحن معه طيب يجوز المقارنة بين رئيس عنده حزب ولا بل مأسس حزب من هذا الحزب من هذه القاعدة الحزبية جاب كتلة نيابية وكتلة نيابية مع كتلة أخرى أوصلته إلى رئاسة الجمهورية هل يصح اليوم القول أنه حصته هي غير حصة التيار اللي أسسه اللي ينتمي إلى أله اللي خيدت الانتخابات تحت شعار العهد أنا وانا العهد يعني كبه من كلامك أستاذ شابل هل خذلتم أنتم نفس الفريق الذي انتخب يعني وانتخب الرئيس الجمهورية العمد ميشيل عم أبدا وأنا عندي أي حرج أحكي بهذا الموضوع وبحكي فيه بس خليني أظهر من الأسئلة ها وبحكيك عن هذا التفاهم قد نبدك وإذا خيبنا أم خيبنا نحكي فيها بسيئة اللقاء هلا إذن هذا المنطق اللي نحن يعني إذا بدك هذا تعليقنا على الشيء اللي أول من سؤالي أما الشيء التالي اليوم في انتخابات هل انتخابات فرازة قوى سياسية موجودة وحاضرة بالبلد نحن بالأساس كأوات لبنانية ما منحبذ ما يسموه بدعة حكومة الوفاق الوطني ووحدة الوطنية يعني عمليا كل البلد بيعود مع كل البلد ومجلس نواب يطلع منه كل العالم يعملوا حكومة لا في مولاد بالأساس اليوم بيجينا بعض النظريين بيقولوا لازم يكون في معارضة بحاجة لا تستقيم الأمور هذا وراها نية إقصائية أنه لا خليكم بالمعارضة لا يعني تحرج وتخرج هذه اللي يسمحوا لنا فيها نحن كان عنا 8 نواب كنا ممثلين بأربع وزراء اليوم نحن معنا 15 نية وبقدرتنا وقوتنا الذاتية دون أي تحالف باستثناء تحالفنا مع المستقبل بعكار مع حزب الكتائب بزحلة وتقدم الاشتراك على الأكيد إذن بس أنه مش ما كنا بيتحالف سياسي عابر للدوار الانتخابية وهونيك مع جماعة الإسلامية وهون مع الأحباش وهون مع المستقبل وهون مع الحزب الأومي مثل ما غيرنا عمل ونحن وغيرنا وقلنا حق نتمثل بهذا الانتخاب اليوم نحن والرئيس مبارح على زيارة الروي الوزير الرياشي لفخامة رئيس الجمهورية سميت بقاية التهديئة مضبوط بس خليني أقول بالزبط يعني يلي 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 ممكن ينقال الوزير الرياشي هو هو جسر التواصل الأول بين التيار الوطن الحر والقوات اللبنانية ويلي هذا التواصل أدى إلى إعلان نواية وتفيهم ورئاسي بالمرحلة الأخيرة كان في تصعيد كلامي وتوتر كتير كبير ما بين الجانبين مبارح الوزير الرياشي مع فخامة رئيس الجمهورية عم ينبدأ ينطرح فكرة أول شي التهديئة الإعلامية في مبيننا والعودة إلى أصول تفاهم معراب وإلى إعلان النواية والنقاش الحكومة من ناحيتنا نحن على مستوى الحكومة لا أكد لي لا عنا مطلب معين لا عنا حقيب معين بدنا إياها وإذا ما أعطينا إياها يا لطيف ولكن تطالبون بحقيبة السيادية مش مزبوط حقنا نحن عم نقول حقنا يكون عنا حقيبة السيادية وحقنا يكون عنا نيب رئيس من جزراء وحقنا يكون عنا حبيبة أساسية وحقنا يكون عنا عم نقول شو حقوقنا المنشوفة بس مش مطالبين ومتمسكين ومترسين يعني لديكم المرونة وفق المنطق وفق المنطق اللي حكى عنه تفقين تنزل المنطق الجو لما يتعلق بالتمثيل القواتي لحد هلأ جو يسير إيجابا يسير إيجابا لحد هلأ يسير إيجابا على أمل أن هذه المفاوضات بهذه الجو بعد التهديئة اللي بدأت تصير بينه بين تيار وطن الحر نقدر نتقدم أكتر بالتفاوض الحكومي للاحد التنفيل القوات يعني التهديئة بعقدة يمكن تأليف أو بعقد تأليف الحكومة أو التنفيل المسيحي لا لا هي التهديئة خليني أقول لكن هناك ملفات أخرى لا لا هي التهديئة فيما يتعلق بملفات مرسوم التجنيس يعني رح نرجع نحكي عنه وأيضا فيما يتعلق نحن يلي بدوا يفتري علينا بالإعلام بدنا يجاوبوا بالإعلام ونحن أي مخالفة بيعملها أي وزير من أولى لإله إذا ما تصحح حيط رح نروح فيها على الإعلام بس هذا شيء أو أنه تكون أليس هذا كمان يعني مثل بزار سياسي إذا تعرضت لي أفتح الملفات إذا لم تتعرض لي لا أفتح لك الملفات أبدا ما قلت هيك قلت إذا خلفت رح قل لك أنت خلفت ورح أقول لك محل ما لازم قل لك صححت الخطأ يلي أنا أعتبره خطأ أنا ماني جاي تاجر وإكسب رأيي عام لأني عم بيجوه لأنت خلفت بس إذا ما بدك تصلح خطأك وبدك تضل عن تتمادة لا أنا مضطر أفضحك أمام الرأي العام مما كنت تكون وإذا أنت فتريت علي بالإعلام بأي ملف رح تأخذ جواب المناسب وهو يحق له أصبح أن يعاملكم بالمثل بذات الأسلوب طبعا يحق له بس السؤال اليوم أمام الرأي العام موضوع التجنيس يعني أنه نحن وراء هذا ملف طويل لابد من الأعودة ولكن بما يتعلق بالعقد التمثيلية أنتم بتكتل الوطني يعني الممثل بسبع نواب يمكن القول عنه بأنه عابر للطوائف لأنه يمثل نواب من مختلف للطوائف اللبنانية هل التوزير سوف يكون يعني يمثل التكتل عبر شخص النائب فيصل كرامي أم أن الوزير السني الذي سوف يكون من حصة رئيس الجمهورية حقيقة أنا بحب كمان دوي على نقطة ضلت فيها حضرتك من موضوع التكتل الوطني أنه أنا نحن من دعاية أكيد من الموضوعيين في هذا البلد نطلب منه أنه التكتل الوطني عن جد تكتل نموذجي برغم أنه موضوع الأحجام وتكبير الأحجام وتصغير الأحجام ولكن إذا من نشوف منشرح منسجم أكثر من غيره منسجم وعنده بعض الوطني ومتعدد الانتماءات الطائفية والمناطقية وفعلا ينتمي لأله كثير من الأشخاص اللي عندهم الحضور السياسي التاريخي والحضور السياسي إذا صح التعبير الوطني وعندهم القدرة الانفتاحية على كل الناس هذه كثير نقطة أساسية لأنه منوك طيار منغلق وبالتالي عنده خصومات متشددة من هون ومن هون لأنه ما بينفع طيارات سياسية قد ما تكبر ولكن عندكم الخصومة واضحة مع العهد أو مع الطائفة لأنه اتنينتكم يبدوا متفقين على محاربة أو بواجهة تيار الموطني الحر نحن بالقطعة نحن إذا موقف أو أداء ما عجبنا منضوع لي غير هيك لا نحن بيتفعهم الأقل بسلاء إلا بعدنا بيتفعهم يعني هوني ما في تكافؤ بالتقييم القصص بأي معنى أنه نحن عندنا خصومة مع تكتل هو الحاكم أنا إخر شي وقتا بيكون هو الحاكم بيكون أنا المرسي عرقبتي وقتا بدافع عن حالي مش يعني هذا بمعنى أنه أنا هو الخصومات هذا الكوات اللبنانية اليوم كيفية خصومات سياسية وتاريخية نحن بيهم اليوم نحن أخر شي به حالة تطبيع معهم ليش أنا بحالة تطبيع معهم ليش أنا مش فزعين منه أوه مش فزعين مني لأنه أنا أخر شي عندي سئة بزاتي ومنفتح وعندي حضور وعندي تميس بالحضور السياسي أستاذ سليمان لأنه حدث هذا الطلاق بين الطيار الوطني والطيار المردة يعني بدأت تقارب ما بين القوات اللبنانية والطيار المردة عبل الخبط في خمط الرئيس ونحن كنا بنقاش نحن وياهم بانتخاب رئيس بالانتخابية الرئيس الجمهورية وقت ترشيح السياسي هذا أمر حتى أبل حتى أبل نحن ما مشتغل بهذا الموضوع بطريقة الاستهلاك السياسي أو المصلحة السياسي من هالمنطلع برجع بقالك أنه هذا التكتل مثل ما دوينا عليه نقطة تانية بموضوع الحصص بمأنوم بالحصص وبعدنا نحكي بالعلاقة مع الطيار الوطني الحر يعني دولة الرئيس للفرز اللي كان بابنشعي قال أنه بشكل صريح نسعى أنه التقاطع بتأييد والتصويت للنائب للفرز اللي بمنصب نائب رئيس النواب قد يكون فاتحة لنظر جديدة أو طاقة أمل لإعادة الوضع كما كانت أو أهداف مشتركة قد نصل إليها نحن بالعلاقة مع الطيار نحن كثير موضوعين وكثير واضحين وصلتم أي رسالة لدولة الرئيس فرز نحن كثير واضحين لا دولة الرئيس فرز اللي بنهي صار بمنصب جديد ونائب رئيس مجلس نواب وعمل زيارته للسلامين الفرنجي يمكن بمكان ما أكيد كان في علاقات سياسية قطعت فترة وأكيد رجعت تسوت وصار اليوم نائب رئيس مجلس نواب اليوم اللي بدي أقليك يا بهدل الإطار أنه نحن من نهوات معركة مع الطيار وطني الحر بأي معنى نحن مع الطيار وطني الحر يعني خلنا نتذكر تماما أنه في سنة وستة شهور ما كان فيه انتخاب رئيس جمهوري كان فيه فراغ سياسي قشت إن طرحت فكرة السلامين فرنجي طرح جد وليس مبادرة من السلامين فرنجي طرح أكليمي دولي محلي على مستوى عالي جدا أكيد السلامين فرنجي طلقف وطرح على كل الناس على حلفاء وطرح على على الطيار وطني الحر وبتابعة الطيار وطني الحر رفض هذا الموضوع واعتبروا من قبيل الخياني بالوقت اللي نحن كنا كل هالفترة دعمينوا الرئيس الجمهوري وأي شخصية مارونية المتحدة مع الطيار وطني الحر كان فيها إذا أجت عندها هالحجم من التأييد كحل سياسي أكيد كانت تتفاعل معه يعني تفاعلنا مع هذا الموضوع نحن ما كان تفاعل خطأ هلأ اليوم اعتبروا هني الطيار وطني الحر برعينا نحن أنه اعتبروا أنه اسم سليمان فرنجي أصبح مرشع شهاد للرئيس الجمهوري وأصبح ينافس في المستقبل وزير جبران باسيل فأصبحت مصح الطيار وطني الحر في هذا الموضوع الخصومي الجدي مع سليمان فرنجي وإذا سليمان فرنجي يحاول أنه يكون إيجابي فلنصنع أي مشكل مع السليمان فرنجي كي يبقى هذا الجو موجود لقطع طريق رئيس الجمهورية عن السليمان فرنجي في المستقبل يعني نفهم هذا الكلام أنتم مددتم اليد ليلاقيكم الطيار الوطني لأنه السليمان فرنجي بيطلع من مجلس نيابي بتصريح من بعد انتخاب فخامة الرئيس وبيقول نحن اليوم بعتبر أنه نحن ربحنا أنه خطنا السياسي ربح ورئيس الجمهورية هذه كانت بنهاية رسالة إيجابية من السليمان فرنجي بس ولكن التعاطي مع السليمان فرنجي وين إجا تذكر تشكيل الحكومة بتشكيل الحكومة حاولوا يلغو السليمان فرنجي المتنازل حسب قول السيد حسن مصر الله يعني من بعد خطابه أنه السليمان فرنجي كان فيه نزل على المجلس النيابي وكان فيه عمر رئيس جمهورية السليمان فرنجي ما نزل على المجلس النيابي بدون حلفائه وبطبيعة الحال السليمان فرنجي كان فيه يكون رئيس جمهورية هذا الرجل الذي تنازل عن رئاسة جمهورية بهذا الإطار اليوم كان مش مسمح له أنه يتمثل بحقه محترمه بالحكومة شو معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أنه هذا الرجل سنلغيه وبيجي بعد منه قانون انتخابيات كان قانون لانتخابيات اللي عم بيسعل عدتني إلى الماضي كثيرا ولكن فيما يتعلق بالتوزير الجديد بما يتعلق التكاتل الوطني سوف تجيبني عن السؤال ولكن لابد أن نتوقف مع فاصل قصير ونعود لمواصلة حوار الساعة مع ضيفي المحامي سليمان فرنجي وأيضا المحامي شارب العيد ابقوا معنا من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى الجزء الثاني من حوار الساعة والتي نستأنفها مع هذا المقال في صحيفة الشرق الأوسط السعودية تصريحات سليماني تربك تأليف الحكومة اللبنانية تصريحات سليماني تربك تأليف الحكومة اللبنانية الشرق الأوسط السعودية شكلت التطورات الأخيرة المرتبطة بمرسوم التجنيس وبتصريحات قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني حول حيازة حزب الله أكثرية في الانتخابات النيابية الأخيرة عقبات إضافية تواجه مهمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تأليف الحكومة وتفرض العقدة الدرزية نفسها للمرة الأولى بهذا الحجم في تاريخ تشكيل الحكومات وسط إصرار اللقاء الديمقراطي على عدم توزير وزير المهجرين طلال إرسلان باعتبار أن كل النواب دروز هم في عهدة اللقاء الديمقراطي وأكدت أكثر من جهة سياسية أن الصعوبات كثيرة وأن العقدة تتوالى ومن الطبيعي أن ولادة الحكومة ستطول أكثر مما يتوقع البعض نظرا إلى الانقسام السياسي الداخلي الآخذ في التنامي على خلفية ملفات هي موضع خلاف عميق بين القوى السياسية اللبنانية ولسيما ملف التجنيس الذي بدأ يؤشر إلى تحالفات جديدة مناهضة له ولقضايا أخرى وقالت مصادر مواكبة إن ثمت صيغة تحالفية بدأت تتبلور معالمها وقوامها حتى الآن الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وحزب الكتائب وهذه الجهات كانت لها نظرة مشتركة حول مسألة التجنيس وملف بواخر توليد الكهرباء وقضايا اقتصادية واجتماعية مختلفة وتابعت أن التحالف الثلاثية بدأ يتفاعل وينمو ليشكل مواجهة للعهد أو لبعض القوى السياسية وفي طلعتها التيار الوطني الحر لافتة إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد لقاءات لهذا الثلاثي السياسي المخطرة يعني يبدو لو يمكن الفصل قبل أن أبدأ بما يتعلق بي أعم تضحك لأنه كنت أقول لكم أراهن على العكس لأنه التطبيع على ما يبدو هو الساري ما بين التيار المرضى والقوات اللبنانية هل يمكن أن نشهد يمكن وثيقة تفاهم واتفاق بينكما خلينا نقول ما بعرف إذا نسميها تطبيع نحن أو تيار المرضى حقيقة من بعد الخلافات الدموية الكتير اللي صارت بينتنا وإخيرا حدث الكورة اللي صارت وكل ما تبع نحن صار عندنا لجنة التعاطة من عنا ومن عين تيار المرضى لتهدئة الوضع الأمني ولعدم تحويل أي اختلاف سياسي إلى خلاف بلشت هاي وعن بحكي هون 2007 2008 وطلوع الميزة بينه بينه بين طيار المرضى هو أنه منعرف بالظبط هن وين 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 واتناناتنا متفقين أنه هن يحترمون لنا محل ما نحن ونحن نحترموا المحل ما بس في قضايا استراتيجية هناك علقات خلافية تماما مختلفين على آخر محدا عن بيقول مختلفين بالنظرة السيدية للبلد مختلفين بعلاقتهم بحزب الله ونظرتهم لسلاح حزب الله علاقة مع سوريا يد ما بدك علاقة مع الشر بس عار مختلفين على كلها بنفس الوقت متفقين ما نخلي هالاختلاف يتحول لاختلاف وصار بيربطنا اجتماعية علاقة صداء ومعرفة وتواصل اجتماعي من الناحيتين بعدد كتير كبير النطي سيد سليمان شكل سريع لا أنا بأيد الكلام اللي عم بيقول وبعتبر أنه نحن فعلا نتميز بموضوع استراتيجي نحن مؤمنين بالمكاومة بالبناء مؤمنين بسرع حزب الله وجوده ضرورة وجود ورحمية لبناء نحن مؤمنين في شيء قادر يعني بعدنا مثل ما بيقولوا لأنه بالنهاية الكواسم المشتركة أكيد بس في ملفات مطروحة يعني هذه القضايا الاستراتيجية مثلا مرسوم التجنيس سأبدأ به بس بريدو على شغلة تجرب الحكومية الأخيرة نحن والوزير يوسف نيونس دون تنسيق قصدي تلاقينا بأغلب الملفات اللي متعلق بمكافحة الفساد وعمل شغلة ممتازة بما يتعلق بتلزيم المنطقة الحرة وكلنا إلاجين بوفية وبيعتبروا عملنا شغل نحن ممتازة بتوقيف صفقة البواغ وخطة الكهرباء ووقفوا إلاجين مش المقصود من يوقف خلصنا بقى يعني اللبنانيين اليوم ما سقلنين متوغزيني هلأ شو عم بحكي أنا والاستاذ الكتور يتحدثون نحن كان منالكة مهنية بالطاعات ومقاربة ملتات إن كان من قبل ناس بدون بيقى نظيف ناس بدون بحر نظيف ناس بدون يدفعوا سلطات مدارسهم بدون يشتغلوا وبدأك تجاوبني عن حصة يعني حتى الوزير فايسا الكرام هذه وصلهم قبل الفاسق إذا بتطلع إلى خصوم السياسية الحقيقية لطير وطني الحر اليوم بزل عهد فخمت الرئيس مع مين خصومي مع القوات خصومي مع الكتاب خصومي مع المرضى ومع الشخصية المسيحية المستقلة الهدف كان أساسا على الساحة المسيحية بالتحديد ومش مستحيل نحكي بهذا المنطق أنا مش مستحيل نحكي بهذا المنطق برغم أكيد ما حدا فيه غبر على بعد الوطني أبدا بس ولكن البعد الإلغائي بالطريقة مع المسيحيين هذا خطأ لأنه اليوم نحن نعتبر أنه كل المسيحيين بشكل أو بآخر ساهموا بإيصال رئيس قوي لأنه فكرتهم هني طرح الرئيس القوي فكرة المسيحيين باجتماع بكركي مع الأكتاب الموارد أنت تنظر إليها إلغاء استسلامي ولكن هم يردون في المقابل يقولون هذا تمثيل المسيح الصحيح أنتم متضررون من حتى هذا التقارب الذي كان أو اتفاق مع عراب بين الوطن الحر والقوات اللبنانية أنا ما قلت متضرر عم بقلك اليوم صار في عهد ووصل فخامة الرئيس كرئيس قوي مين دعم فكرة الرئيس القوي انطلقت منبكرك يا هيد الخبرية ومشي الحال وباني هي وصلت يعني بطريقة أو بأخرى المسيحيين أوصلوا رئيس يمثلون دعم وصلنا لهون نحن أول هدف كان هو إلغاء باقي المسيحيين هذا هو الخطأ طلع بالانتخابات النيابية تحالف تار وطن الحر مع كل الأفريقاء السياسيين بالبلد إلا مع المسيحيين إلا مع المسيحيين هذا الموضوع إذا منحطه بإطار التنافس مزبوط إطار تنافس بس نتركه بإطار تنافس بس ولكن أن تستعمل مقدرات الدولة والدولة كلها بإلغاء باقي المسيحيين هذا أمر خاطئ جدا لأنه إذا منرجع للتاريخ نحن شو منشوف بشي العون مع حفظ الأغافة خامة الرئيس قعد 15 سنة بالمنفى اليوم رئيس جمهورية في لبنان سامير جعجع مع حفظ الأغافة قعد 11 سنة بالسجن اليوم رئيس تكتل نيابي عنده 15 نيابي الفكرة 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 أنه الإلغاء عبر التاريخ اليوم ما بينجح وإذا كان فيه أشخاص كمان حاولوا يمضى الناس بالأبنان لا يمكن لا إلغاء أطياف ولا حتى هذه القروب الطائفية التي قامت لا يمكن أي طائفة أطلاق هو مجتمع تعدد بطبيعته اليوم أي شخص موجود بالسلطة هذا ما يميزه ولكن هذا التميز بطبيعة الحال نحن نتحدث عن توافق بخص التمثيل المسيحي تيار المردة كيف سوف يكون تمثيله بهذا العهد الذي يعتبر بأنه على خصوم سياسة مع العهد القائل نحن برجع بقولك في التوازنات السياسية باللبنان من التوازنات بشق معين أكيد في أحجام ليابي كمان بالأحجام السياسية كمان في أحجام سياسية لكيوة موجودة نحن مطالبين تكتر الوطني مطالب بحقيبة خدماتية كبيرة أساسية تسمى أساسية مع حقيبة خدماتية حاكبتين للتكتر الوطني هذا الطلب بالنسبة لأنه ونحن أبلغنا هذا الموضوع هذا الطلب لدولة الرئيس سعد الحالي يطالبونا بحقيباتين نعم طالبنا بحقيباتين ونحن منعتبر أنه نحن أكيد هذا التكتر الوطني المنشوفون نموذج نتمنى نحن أنه آخر شي تعميم هذا النموذج ونعتبر تكريم هذا النموذج من خلال الوزارات نحن منعتبر أنه هذا الشي يؤسس بمرحلة تانية أنه كل التكتولات السياسية تكون فيها هذا التنوع ونحن موش خطأ اليوم عم بقول أنه إذا التكتولات هي من لون واحد يمكن هي بطبيعة الحال هي الممارسة السياسية بس ولكن اللي عنده قدرة أنه يجمع كل الأطياف السياسية تحت شعار واحد تحت مظلة واحدة هذا بيكون أمر جدا وضروري أنه واحد يتعطى وشعار معه بإيجابي منا حتى التطورات الإقليمية وهنا لابد من أن نشير إلى المقال الذي تبعناه عبر صحفة الشرق الأوسط وكأنه كلما أجد حل لعقدة تأتي العقد الأخرى هل هناك بانتظار التأليف الحكومة مراقبة للتطورات الإقليمية المحيطة البعض يربطها بشكل رئيسي استيس شربيل فيما يخص بالتدخل السعودي أو إشارات معينة أو رسائل أطمئنان لتأليف هذه الحكومة وكاننا بزيارة حتى النائب السبق وليل جملات أو حتى رئيس الحرير بانتظار عودته من الرياض وأيضا زيارة سامير جعجع رئيس القوات بالتأكيد يوجد تأثير أنه مانطفيف جدا على مستوى تشكيل الحكومة اليوم العقد هي عقد محلية وواضحة وإننا نحكي فيها طيلة الحلقة وأنا بتقديري عند الرئيس الحريري تحديدا وعند الرئيس عون تحديدا في حرص مشترك على أن هذه الحكومة تبصر النور بأسرع وقت ممكن أول شي رئيس الجمهورية هذا عم يكون مرصيد العهد تاني شي رئيس الحريري تكلف ما بيهمه أبدا يفشل بالتكليف ودائما التجربة بتقول بلبنان بقدر ما بطول فترات تشكيل الحكومة بقدر ما يصبح تشكيل متعثر أكتر صحي يعني ولا مرة بتطول وتفرج بالهين بالتالي لا أنا برأي في حرص على أنه يكون في حكومة سريعة أنا متفائل بالحكومة يعني خليني رغم كل هذا الجو أنا متفائل آخر شي مع الوزير جمبلات رح يتلاقي حل أننا بما يتعلق بتمثيلنا الأمور هلأ بدأ التسير إيجابا بهذا الاتجاه أنا بتقديري ما حدا رح يقدر يغي حدا ما هي تأثيرات يعني مرسومي التجليس والتحديدا القناص لأنه تقدم الحزب التقدم الاشتراكي ما هو تأثيره على شو تجربا على تأليف الحكومة وعلى الوضع هذا أضمن العقبات اللي عم بتواجه عدم الأف يعني بواخر الكهرباء أمور كثيرة تدخل ونحن نحكي عن أزمة النزوح أيضا لأنه هناك على ما يبدو توافق بهذه الرؤية بينكما بين تلوطن حر والقوات اللبنانية ولكن بالأسلوب يعني الأداء مع المفوضية الخاصة باللاجئين أولا مرسوم التجنيس مرسوم فضائحي بامتياز ما رح نسكت عنه ولا رح نخليه يمر ورح نتقدم بطعن نحن كقوات لبنانية نعمل لجنة ثلاثية تضم الكتائب والتقدم الاشتراكي ولوات لبنانية شكل لجنة محامين وعم يتقدم طعن طلوة آخر اليوم بمرسوم التجنيس فيه 400 واحد 200 فلسطيني وصوري منهم جنسين نفس نفس الأشخاص يلي عم يدافوا عن هذا التجنيس رئيس طيار وطن الحر بنفس الوقت عم يقول التوطين والنازحين وتوطين النازحين طب شو يعني التوطين شو الفرق بين التوطين وبين التجنيس أنه من جهة حريص على عدم توطين النازحين بلبنان بس من جهة أخرى بشطبة ألم بتجيب 200 واحد فلسطيني نسوري هتتوقعون سحب هذا المرسوم لأنه حتى الوزير مشلوق يقول ليس هناك أن كان مستبعد يعني سحب المرسوم في قانون في دستور بهذا البلد ولا ما فيه رح نستعمل كل قوان الآن الملف بمديرات الأمن العام ما مقلوا عليه الأمن العام يعني يسمح لنا يعطيون الألف عافية بيطعطوا بأمر بشكل إجرائي يعني مفروض الأمن العام يلعب دوره كان قبل مرسوم التجنيس بيطلب من وزير الدخول للتطقيق والتحقق من الأسماء إذا عليهم أو ما عليهم نتحدث قانونيا قانونيا طبعا اليوم المسألة مسألة دستورية قانونية عم نروح نعليجها نحن بهذا الإطار وهون جزء من توتر العلاقة بينه بين طيار وطن الحر أنه نحن كنا عم نرفض يعني نحن نحن مش بتفهم استلحاقي مع حدا ولا بتفهم استصفيقي مع حدا نحن وين في غلط رح نقول نحن غلط بموضوع النزوح خليني أحكي وخليني أقول مصيبي بكل المعايير بس أنه هلأ بهذا الطرق مصيبي من أي ناحية أستاذ شاربير لبنان مع أنه تخبرك شغلة تكون كتير دقيق وصريحة قدام المواطنين في كتير لبناني أول شي في كتير إعانات مالية بالملايين عم تجي لعند النازحين وبعض السياسيين بلبنان بيعتبروا أنه هاي دي الملايين يلي عم تجي تعود خير على الاتصال اللبناني مش بالعكس تنكون بالشي إنما اليوم في عبء اقتصادي جراء النازحين البناء التحتية ما نقدر أصلا نضغطي كل حاجاتهم هذا اللي حكي حتى وزير الخارجي أمني أمني اجتماعي طب على ماذا الخلاف بينكم الخلاف بكل بساطة بدنا نحل هذا الموضوع لا بدنا نحله بدنا نحله أغلبية الناس حين لبنانيين من وين جايين جايين من ريف دمشق جايين من ريف حمص جايين من القلمون جايين من المناطق يلي مهجرة جايين يلي مهجرة من النزام اليوم في حلين أول شي خينيقول المسئولية على من أول شي مسئولية الحكومية مجتمعة تقنيا بيد وزارة الخارجية ليه هايجي حكونا وزارة الشؤون وزارة الشؤون بتقوم بإعانة اللاجئين من وراء الأموال اللي عم تعطيها مفوضة لاجئين وزارة الشؤون بتتفوض مع المجتمع الدولي ومع الأمم المتحدة حتى تلاقي حلة ترحيل الناسية أغلبة إلى جناف الوزير بس فإذا مسئوليتك يا معي للوزير صحيح مسئوليتك إنما الدخول عبر ملف النزوح للتطبيع مع بشار الأسال أول شيء ما بيحل قضية الناس حين هنا لا تختلفون مع الكتائب لأنه النائب نديم الجميل تحدث أنه على ضرورة لابد من التنسيق مع السلطات السورية لعادة ودعودة الناسية نختلف مع الكتائب نختلف مع موقف الشيخ نديم الجميل إذا يعبر عن الكتائب طبعا نختلف مع أكيد ما هو نائب عن الكتائب رأيه رأيه الحل بالنسبة لنا كتير واضح وكنا نحن عم نحكي فيه أول شيء نحن أبلغنا رئيس جمهورية أنه تصورنا لأزمة النازحين مثل تصور ويمكن أكثر أثنين بدنا نلاقي حل ما يحط لبنان بصدام مع المجتمع الدولي كذبها اسمها أنه لبنان ونحن ما قلنا وشو طلعنا منه شو طلع لك منه نبارح رحت على مؤتمر سادر عم تشهد 10 مليار دولار يعني أصدرت المفاوضين وإجتماعهم وبدأك تسلح الجيش بتروع على المجتمع الدولي وإذا بيصير في غار على الطيران الإسرائيلي أو التحليل بتركض على المجتمع الدولي بس ما هو نفسه المجتمع الدولي التهم بأنه يمارس الرعب على النازحين يعني يحاول شو عملنا يا ستنا اجوا وقفوا إقامات البعثة حدا عارفوا لبنيين شو صار اجه الوزير باسيل أوقف الإقامات يلي البعثة يلي أفراد البعثة بدأيهم حتى يقيموا بلبنان طالت 30 مواطن طالت 30 موظف بمفاوضية الشؤون مش مواطنين غير لبنانيين هيك نكون أنا عم كافح النزوح رح ألك بس ما العودة طوعية تحت شعار العودة الطوعية يعني عنا 3000 الآن سوف يعودون إلى القلبون إلى مناطق آمنة وطوعية بشكل طوعي سجل الأسامة فيه قرار بحكومة الرئيس تمام السلام بيقول اللي بيفوت على السورية وبيطلع ما لازم يفوت ما لازم يخلي يرجع صح ولا لا يطبقوا تتفضل وزارة الداخلية يطبق كل واحد بيفوت على السورية مع أنت بتسقط ألا يريد ذلك تنسيق مع السلطات السورية خليك معايا السلام قريدي فيه اتفاق لبناني سيادي أستاذي لا فيه قرار لبناني سيادي اخذته الحكومة اللبنانية بتقول كل واحد بيفوت على السورية وبيرجع مع أنت يضل هذا ما لازم يخلي يرجع تتفضل وزارة الداخلية طبق هذا القرار اثنين يلي بيعتبروا حالهم هن أصدقاء للنظام بدون يفوتوا على السورية إذا يفوتوا ما يرجعوا ثلاثة والأهم يتفضل وزير الخارجي اللبناني والحكومة اللبنانية يتفاوضوا مع الأمم المتحدة ومع جانب التركي والجانب الأردني لأن الشمال والجنوب السوري خاضعين عمليا لأشراف أو تمن أقول أكتر الأتراك والأردنيين يعني عودة النازحين إلى مناطق الشمال يلي معارض للنظام هي مش سوريا يلي معارض للنظام بيخاف يروح عن البشار يروحوا على هؤلاء المناطق ويلي بيعدر بشار صديق وما بدون يفوتوا ما يرجع وكانك تقول هي تابعة للنفوذة للتركية وكان ما أراضي تركية ضمن نظام السوري لحظة لحظة جمهورية العربية السورية حضرتك بسوريا في دولة مستقلة أستاذ إسلامين ما هو مقاربة بس مقاربتهم للمرسوم التجنيز والأزمة النزوح بس أنه لا يستغل بكل سوريا ما فيها عشرين احتلال فيها الروس وفيها إيرانيين صحيح ومني بينظلون لهم كأنه محتمل على أراضيين يجب أن يذهب أنا على أرضهم يروحوا وإلا إذا بروح أفن بشار وعند يقولون بدي جنتكم إجباريا وبدي وبدي لح يروح وتنين يوم رح يجعوا يرجع هذه من الأساليب اللي عم تعتبر ترعيب أو ترهيب من قبل المفوضية تجاه الذين يدعون العودة برعية بشار الأسد لغة تجنيد الإجباري ولا متسامح معهم لكن رح يخدون رح يجعوا يهربون يجو دي انتلق من فرق خليني بلش الموضوع عن الناس حين نحن أكيد أكيد أكرب لفكرة تيار وطن الحر بموضوع أكيد الناس حين بس ولكن نحن مع طريقة طريقة المقاربة هذا الملف تكون عبر الحكومة اللبنانية مجتمع إلا ما هنا لأنه آخر شيء بالنهاية آخر شيء عبر الحكومة اللبنانية قدر نوصل خصوص الأجواء الإيجابية السائدة بين رئيس ساعة العريري وفخامة الرئيس من قدر نوصل لنقاط إيجابية بهذا الموضوع بس ولكن أنا بالموضوع السوري أنا اليوم بالنهاية آخر شيء أنا ما بدي زيد على الأمم المتحدة اليوم في مندوب السوري السفير بشار جعفري دكتور بشار جعفري موجود بالأمم المتحدة وماعتبر بشارعية النظام السوري وماعتبر بشارعية الرئيس في بشار الأسد وبالتالي أنا ما بدي فوت أنا على موضوع الداخل السوري واعتبر وكأنه في احتلالات معينة أو في جماعات معينة أنا بشوف ولي مصلحة أنا كاللبناني من أي فريق انتمات أنه يكون سوريا موحدة لأنه إذا كان سوريا مش موحدة بنيهي هذا ضرر لألي واليوم أنا ما بدي أعمل ملكي أكثر من ملكي إذا السوري بده يروح على سوريا ألا ما يروح على سوريا بس ولكن أنا بنهاية المطاف أنا بدي فكر لبعدين أنه أنا مش قادر أحمل هذا الكامل لأنه بلدي مكسور بلدي عردين بلدي اقتصاد وبالأرض فبقى الموضوع السوري ما لازم يكون موضوع مزايد سياسي ولا موضوع مثلنا نعتبر استغراج سياسي دخل الآن بالمزايدات السياسية يمكن أن أطار من كل الأطراف خليني يكفي به النقطة تقول أنا أنه هذه الفكرة دولة جارتي اسمها سوريا أنا بهمني كثير أسيسا أنه تكون سوريا موحدة وأنه سوريا تطلع من هذه الأزمة وأنه روح على تسويه سياسي من هالمنطل الواقع هات لا لا إذا بعرتهم لعن بشار عددين ما رح يروحوا ما هم هجروا أهال الدولة اللبنانية هي المكفلة بحماية أمن السوري في بلديه في سوريا هنا السؤال استشار بال يعني أنت تحميه في أراضيك بلبنان عندما يكون نازح لبنان مجزئ من شرعية دولية مجزئ من الموافق الدولية مجزئ من عمل وفوضية اللي جئين لبنان مش محقول إنسان سؤال أخير بعد مرسوم بجميل هل لديكم معلومات يعني قرأنا اليوم يعني عدة عنوين لدي عدة في نقطة مهمة سوريا أنا أطعط بس بعد في نقطة مهمة مهمة كثير لا أنا خلص الوقت وهي دي لأ نقطة مركزية ونحن نعيشها على محورة وأكيد هون أكيد كل الناس بتلتقي عليها سيد حسن مصر أطلق فكرة مهمة كثير وأنا مع أنه الأعلام عطول يدوي علي ويتعطى بطريقة محورية معا ومنلتقي فيها تحت كل الناس منلتقي فيها كل الأطراف اللي هي موضوع مكافحة الفساد صحيح طلع بفكرة وقال سأشرف شخصيا على هذا الموضوع ونحن شفنا متابعة مع نائب حسن فضلالبا اللي حكي بالمجلس النيابي أكيد اللي كلتنا ما منختلف معه بهذه النقطة اليوم في فساد بالبلد من ضمن التجنيس من ضمن البواخر من ضمن كتير من الملفات المطار المرفض الحدود مع بردار الشرعي الاقتصاد يعني مؤفلس بلد بس المفارقة الأساسية المفارقة الأساسية أنه موضوع مرسوم التجنيس اللي بيان أنه في صفقة سياسية ومالية تبين إجهة من بعد هذا الالتزام الذي تتزمه التيار الوطني الحر بموضوع مكافحة الفساد والذي حكينا عنه وزير جبران بيسير مكاومة المفارقة نحن من هالمنطلق الفساد ما لازم يكون لازم هو القصم مشترك ونترك الملفات الأكليمية لأنه ما على تأثير فيها لم يعد لديه قدرة على التحمل اقتصادي بس أنه ما طالح هذا فاسد كنات ضد الفساد هذه المشكلة الكل يتحدث عن الفساد وكأنهم ليسوا في السلطة أتحدث إذا لديكم معلومات عما يحكى عن العفو العام سوف يكون أول بند على جدوى الأعمال الحكومة اللبنانية بعد تشكيلها ما فيه معلومات جديدة المعلومات المدل هذا اللي كان منحكى فيها قبل الانتخابات النيبية خينا نشوف مين بده يطال طبعا نتمنى ما يطال ناس معتدين على الجيش أو معتدين على أي إنكان وفيه أدال اللي دايما بيحقهم إنما كمان فيه كتير ناس حقيقة مظلومين بعضهم بالسجون أشهر ويمكن سنين دول محاكمات شكرا جزيلا لك رئيس جهاز التنشئ السياسي بالقوات اللبنانية الأستاذ شرب العيد والمحام يعني اليوم مع القانون وأيضا المحام سامين فرنجي القيد بطيار المرد شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم مشاهدين الأكارم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة